بسم الله الرحمن الرحيم وما تختص به وما يميز كل جملة عن الجملة الأخرى نبدأ إذن بالجملة الابتدائية إذن الجملة الابتدائية هي الجملة التي يبدأ بها الكلام في النص وتكون خالية من حروف الاسئنافي وأسماء الإشارة وضمائر الغائب أما الجملة الاعتراضية فهي جملة إذن مستقلة تقع بين مكونات جملة سابقة هذه الجملة الاعتراضية لا وظيفة نحوية لها لكنها تعني التعريف أو تعنى بالتعريف وتفيد الدعاء وتفيد النداء أما الجملة الاستئنافية فهي جملة تحتوي على عنصر يدل على وجود جملة قبلها هذه العناصر هي حروف الاستئنافي ضمائر الغائبة أسماء الإشارة دعنا هنا مثال مات عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء راشدين مقتولا وإصر ذلك ترحت على المسلمين مشكلة الخلافة إذن الجملة الأولى هي جملة بطبيعة الحال ابتدائية بدأ بها الكلام أو النص أو ما إلى ذلك مات عثمان إلى مقتولا هذه جملة إذن ابتدائية داخل هذه الجملة الابتدائية نجد جملة اعتراضية نجد جملة اعتراضية وهي جملة تعريفية للتعريب بعثمان إذن مات عثمان تعريب بعثمان وهو الثالث الخلفاء راشدين هذه تسمى جملة اعتراضية جملة ابتدائية هي تبدأ من مات إلى مقتولا والجملة الموالية ونجد إذن أنها مبدوء أبلو هي جملة استئنافية وإثر ذلك يعود على عثمان اسم إشارة يعود على عثمان طرحت على المسلمين مشكلة الخلافة إذن هذا بالنسبة لما يخصه أو إن شئتم التعريف بهذه الأنواع الثلاثة من الجمل ونمر الآن إلى التطبيقات قسم نص التالي إلى الجمل المكون له ثم بين نوعها ودرجة تركيبها إذن هذه جمل هو نص من نص لأحمد عبد السلام من مجلة الفكر كما سنرى إن منزلة الشغال اليوم أيها المتقبل الواعي هي منزلة الشغل وقد ارتفعت تلك المنزلة منذ العصور الأولى منذ العصور الأولى فانتقل العامل فانتقل العامل انتقل العامل من الرق إلى المشاركة في الإنتاج مشاركة ندي لصاحب رأس المال أليس هذا تحولا جذريا؟ إذن لدينا جدول وهذا الجدول هو الذي سنضع فيه إن شتم هذه الجمل إذن ونتبين نوعها ودرجة تركيبها ورتبتها الجملة الأولى إذن هي إن منزلة الشغال اليوم أيها المتقبل إن منزلة الشغال اليوم أيها المتقبل إذن هذه الجملة إذن هي جملة ابتدائية بدأ بها الكلام هي جملة مركبة عفوا هي جملة اسمية نوعها اسمية إذن هي جملة مركبة لأننا نجد فيها النواة الإسنادية الثانية يعني إن منزلة الشغال اليوم أيها المتقبل هي منزلة هذا الخبر داخل الخبر نجد مركب إسنادي اسمي إذن نوعها جملة اسمية درجة تركيبها مركبة ورتبتها هي جملة ابتدائية داخل هذه الجملة الابتدائية نجد إذن أيها المتقبل وهي جملة اعتراضية اعتراضية داخل الجملة الابتدائية نجد إذن جملة اعتراضية تعني النداء تفيد النداء جملة الموالية إذن وقد ارتفعت تلك المنزلة منذ العصور الأولى نوعها إذن هي جملة فعلية هي جملة بسيطة لأننا لا نجد فيها إلا نوعات السندية واحدة وهي جملة إذن كما رأينا جملة استئنافية لوجود هذه الواو والعطف جملة الموالية فانتقل العامل من الرقي فانتقل العامل إذن من الرقي كما رأينا هنا إذن إلى المشاركة في الإنتاج مشاركة الندي لصاحب رأس المال إذن هذه جملة إنشتة فعلية درجة تركيبها بسيطة لأنها تجتمل على نوعات السندية واحدة وردبتها إذن هي جملة استئنافية لوجود هذه ألفاء أليس هذا تحولا جذريا؟ أليس هذا تحولا جذريا؟ إذن كما نرى هذه جملة اسمية وهي بسيطة وهي إذن جملة استئنافية لماذا؟ لأن فيها هذه الهاء وهي إذن أدات أو شيء تم حرف الإشارة أدات إشارة إذن كما رأينا إذن منذ البداية هذه الجمل إذن الجملة الإستئنافية هي جملة تحتوي على عنصر يدل على وجود جملة قبلها هذه العنصر هي حروف الاستئناف وهو ثم فيه رمائر الغيبة وأسماء الإشارة فهنا إذن لدينا اسم إشارة وهو هذا وإذن اسم إشارة يدل على أن الجملة استئنافية نمر إلى التمرين الموالي وهو استخرج من النص التالي جملة استئنافية وحدد القرائن الدالة على الاستئناف قصف الرعد إذن هذه جملة تنتيرنا فهز المركبة الضخمة إذن نجد ألفاء جملة إذن استئنافية وانطفأت هلواء كذلك أدات عطف أنوارها ثم عادت ومرت ستون دقيقة بثوانيها في ذلك التقص الموحش وظل إذن ركاب الطائرة متسمرين إلى مقاعدهم ينتظرون الضربة القاضية إذن فكما رأينا إذن منذ البداية إذن بالنسبة لهذه الجملة الاستئنافية كما رأينا إذن فيها حروف الاستئناف كما قلنا الوا وثم وفا أو فيها ضمائع الغيبة أو فيها أسماء الإشارة ننتقل إلى تمرين موالية إذن وهو إذن استخرج إذن الجمل الاعتراضية وحدد وظيفة المكوينين الذين وردوا انشيتهم بينهما إن العامل المتفاني أيها الشاب الجملة الاعتراضية إذن أيها الشاب إذن حرف نداء كما نرى ومنادأ أفضل من الكسول إن العامل المتفاني أيها الشاب أفضل من الكسول هذه الجملة اعتراضية كما نرى يعني تجتمل وتحتوي على النداء أفادت النداء أيها إذن حرف نداء والشاب منادأ أنفق أوقات فراغك هداك الله جملة اعتراضية كما نرى هداك الله هدا إذن فعل والكافذة مفعول به والله فاعل فيما يفيد والدي أدامه الله جملة اعتراضية كذلك أدامه أدامة إذن فعل والهاء مفعول به والله كما نرى إذن فاعل التمرين الأخير تطبيق الأخير هو ميز فيما يلي بين الجملة الاعتراضية والمركب الفرعي المركب الفرعي يعني أن مركب إسنادي إما يكون فعلي أو يكون إذن اسمي اهتم ما أرجوك بنفسك أهتم ما أرجوك بنفسك فأرجوك هذه هل هي إن شيتم جملة اعتراضية أو مركب فرعي أرجوك إذن كما رأينا الجملة الاعتراضية نعود الجملة الاعتراضية هي الجملة إذن هي جملة مستقلة تقع بين مكونات الجملة جملة سابقة لوظيفة نحوها للجملة الاعتراضية وقد تفيد التعريف والدعاء وأني داء فهنا نجد إذن أرجوك أرجوك إذن جملة اعتراضية إذا أقبل الربيع تزدان الطبيعة بالخضرة تزدان الطبيعة بالخضرة كما قلنا إذن هذه خاء الخضرة أقبل الربيع إذن هذا مركب إسنادي فعلي إذا مضاف وأقبل الربيع مضاف إليه هذا مع بعضه ما يكونان مفعول فيه للزمان وتزدان الطبيعة بالخضرة إذن هذا فعل وهذا فاعل فهذا إذن ليس جملة اعتراضية وإنما هو مركب فرعي أو مركب إسنادي فعلي جلس العامل وهو يمسح عرقه بكلتا يديه وهو يمسح عرقه إذن هنا يبين لنا حالة العامل إذن كيف جلس وهو يمسح يعني عرقه وهذا إذن كما نرى إذن حال حال هذه جملة إذن مركبة وهذا يعني هو ويمسح نواة إسنادية إذن كما نرى فرعية فهي إذن ليست جملة اعتراضية كما قلنا هذا إذن بالنسبة للدرس إذن الذي هو بعنو عن رتبة الجملة المستقلة إذن إما أن تكون ابتدائية أو استهنفية أو اعتراضية إذن أدعوكم إلى نظر في هذه التمارين إذن ويعادة إنجازها لكي تستقر أو كي يستقر الفهم في ذهانكم والسلام عليكم محمد الله